مجزرة مروعة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات سوات الحكومية في منطقة جبلة شمالية محافظة بابل راح ضحيتها واحد وعشرون شخصاً أغلبهم أطفال ونساء القوات الحكومية حاولت تغييب الحقيقة عن هذه المجزرة المروعة تارة باتهام صاحب المنزل بالمتاجرة بالمخدرات وأنه هو من قتل عائلته وتارة بأنه إرهابي يؤوي إرهابيين معه لتتبين الحقيقة أن خلافاً عائلياً بين أحد ضباط وزارة الداخلية وبين العائلة المقتولة دفع بالضابط لتلفيق التهم واستخدام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب باستخدام علاقاته الشخصية مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت أن قوات سوات الحكومية استخدمت القوة المفرطة في منطقة جبلة وأن حكومة بغداد حاولت طمس أدلة المجزرة تجنباً للفضيحة مشيرة إلى اعتراف محافظ بابل بأن العائلة قتلت بطريقة لا يمكن البوح بها بشكل صريح وأن المجن عليه لا يوجد في حقه أي دعوة قضائية بينما أشارت وكالة فرانسي برايس إلى أن هناك تضارباً في الروايات بشأن المجزرة وأن ثم تستغلال للنفوذ في تحريك قوة مسلحة وارتكاب مجزرة مروعة ضد مدنيين عزل بينما شكك ذو المغدور رحيم لغريري وأهالي منطقة جبلة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالتحقيق في المجزرة ومدى شفافيتها مؤكدين أن لا ضمانات من تكرار نفس السيناريو وأنهم قد يتعرضون لعمليات إبادة بسبب الفوضى الأمنية لا يبقون شماعة الإرهاب حطينها علينا أجبلة خالية من كافة الإرهاب ومحافظة باب الخالية من كافة الإرهاب يعني يكتلون عائلة كاملة بجريرة الإرهاب ليس أكو إرهاب في قضاء أجبلة والمسؤولين يشهدوني بهذا الشيء يعني يكتلوني يكتلون عشرين نفس بما بيهم طفل يرعق مصرع الشيوم عمره داعية الإرهاب وين سايرة هاي؟ ما سايرة والله إلى متى هذا الإرهاب يبقى إلاحقنا المجزرة المروعة التي راح ضحيتها واحد وعشرون شخصا معظمهم أطفال ونساء تأتي في إطار حملات العنف والكراهية والاستخفاف بأرواح الموطنين والفشل الأمني في التعامل مع الوقائع والأحداث اليومية والانقياد للوشايات والخضوع للرغبات الشخصية للمسؤولين بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق والتي حملت حكومة الكاظمي وقوى العملية السياسية المسؤولية عن وقوع مثل هذه المجازر بينما دعت اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة مبينة أن القوات الحكومية ولجان الكاظمي تعمل على طمس أدلة هذه المجزرة البشعة مجزرة جبال لم تكن الأولى فقد سبقتها مجازر أخرى كمجزرة الفرحاتية في صلاح الدين ومجزرة نهر الإمام في محافظة ديالة وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق العراقيين وبشكل مستمر من قبل الحكومات المتعاقبة وميليشياتها المدعومة من إيران منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وثلاثة